موسيقى السلام عليكم ورحمة الله حصاد الأسبوع من قناة UATV في العاصمة كييف معكم محمد زاوي البداية من العراق حيث عقد مجلس النواب جلسة طارئة لبحث الاحتجاجات المتواصلة والاضطرابات في البصرة الجنوبية البلاد وشهدت المدينة حالة من التوتر والعنف بعد مظاهرات خرجت تطالب بتوفير الخدمات والماء والكهرباء والقضاء على الفساد والبطالة وسقط خلال الاحتجاجات عدد من القتلى وعشرات المصابين وفد بيان عسكري بأن السلطات العراقية فرضت حضرة تجوال في مدينة البصرة بدءا من الرابع عصرا بالتمقيت المحلي يوم أمس السبت وكان المحتجون قد اقتحموا الجمعة عددا من المؤسسات الحكومية ومكاتب وسائل إعلام ومقرات أحزاب والقنصلية الإيرانية وأظرم النار فيها في اليمن تغيبت حركة الحوثي عن محادثات السلام في جناف لكن مارتين غريفث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن قال إن ذلك لا يشكل عائقا أساسيا للعملية وإنه سيلتقي قريبا بممثلين عنها في صنعاء ومسقط بسلطناة عمان وقال غريفث إن عدم مجيء الحوثيين إلى جناف في أول محادثات منذ ثلاثة عوام مشكلة لا يمكن تجاهلها لكنها لا تعني توقف عملية السلام وأضاف المبعوث الذي أجرى محادثات لمدة ثلاثة عيام مع وفد الحكومة اليمنية إنه سيجتمع في الأيام المقبلة مع قيادات الحوثيين في صنعاء ومسقط وقالت جماعة الحوثي إنها مازالت تنتظر من الأمم المتحدة ضمان عدم قيام قوات التحالف الذي تقوده السعودية بتفتيش الطائرات التي تنقل وفدها إلى جناف وأن يكون هناك مجال لنقل بعض المصابين على متنها كانت حركة أنصار الله حريصة على الوصول إلى هنا كانوا يودون أن يكونوا هنا لقد استخدمنا هذه الفرصة كانت هناك مناقشات مفصلة وأنا ممتن جد لهم الاستئناف لحظة هشة ودقيقة للغاية الناس يأتون في وقت ربما لا يشارك فيه جميع من يمثلونهم بالكامل ولا يرون ما هي النتائج التي قد تؤدي إليها المحادثات لذلك لا أعتبر ذلك عقبة أساسية في العملية قضت محكمة مصرية بإعدام 75 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا بفض اعتصام رابع العدوية والسجن المؤبد 25 عاما على 47 آخرين أبرزهم مرشيد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 عاما على 374 متهما وخمس سنوات على 215 آخرين من بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بشوكان ومن بين المحكومة عليهم بالإعدام قيادات في جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها سلطات المصرية تنظيما إرهابيا أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي ومن بين المحكومة عليهم بالسجن المؤبد فضلا عن محمد بديع عصام سلطان نائب رايس حزب الوسط وباسم عودة وزير التموين السابق المحى وزير الدفاع الإسرائيلي أفكدور ليبرمان خلال هذا الأسبوع إلا أن بلاده قد تهاجم قطعا عسكرية يشتبه أنها إيرانية في العراق مثل ما فعلت بشن عشرات ضربات الجوية في سوريا وأضاف خلال مؤتمر في القدس أن بلاده تراقب كل ما يحدث في سوريا وأن التهديدات الإيرانية لا تقتصر على الأراضي السورية فحسب وخلال هذا الأسبوع أيضا أعلنت السلطات البريطانية أن لديها أدلة كافية لتوجيه اتهامات لروسيين اثنين فيما يتعلق بقضية تسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرجيس كريبال وابنته يوليا وأوضح مكتب الإدعاء العام البريطاني أن المشتبه بهما يدعيان أليكساندر بيتروف وروسلان بوشيرف وأن كلاهما غير موجود في بريطانيا لافتة إلا أن التهم تتمحور حول تعامل لقتل سيرجيس كريبال وابنته إلى جانب ضابط الشرطة نيك بايلي وأضاف مكتب الإدعاء العام البريطاني أن المملكة المتحدة لن تسعى وراء إصدار مذكرة جلب للمشتبه بهما إلا أنها ستسعى لإصدار مذكرة اعتقال أوروبية بحقهما وخلال هذا الأسبوع أيضا سجل الأطباء أولى حالات التسمم لعناصر حرس الحدود الأوكرانيين على الحدود الإدارية مع شبه جزيرة القرم المحتلة وقال أوليغ سلوبوديان المتحدث باسم دائرة حرس الحدود في أوكرانيا إن هذا يرجع إلى انبعاث الغازات السامة من مصنع تيتان القرم في أرميانسك في شبه الجزيرة المحتلة وأضاف أن إدارة حرس الحدود تقوم باستبدال الجلود الذين يعانون من التسمم ويتم تقديم الرعاية الصحية لهم مشيرا إلى تزويد وحدات حرس الحدود بالمعدات اللازمة للوقاية من جاء أخرى قال نائب وزير الأراضي المحتلة مؤقتا والنازحين يوري هريمتشاك في التصال مع قناة يو اي تيفي خلال هذا الأسبوع إن هذه الانبعاثة تشكل تهديدا مباشرا على صحة السكان في منطقة خرسون حضرت إلى خرسون لجنة خاصة بالسلامة البيئية وقامت بجمع البيانات في الأراضي المتاخمة لشبه جزيرة القرم المحتلة حيث أظهرت البيانات انتشار مواد خطرة في الهواء لكن بمستويات منخفضة ولا توجد تهديدات لحياة السكان الذين يعيشون في منطقة خرسون هذا وانبعثت غازات سامة من مصنع تيتان القرم الواقعي في مدينة أرميانسك في شمال شبه الجزيرة في أواخر شهر أغسطس أب الماضي وانتشرت مادة مجهولة في الهواء ما أدى إلى تراكم طبقة زيتية أشبه بالصدق على أسطح المنازل وأوراق الأشجار وعلنت سلطات الاحتلال في شبه الجزيرة أنها أوقفت العمل في المصنع لمدة أسبوعين وأجلت الأطفال إلى المناطق الآمنة من جهته دعا رئيس مجلس شعب تطار القرم منفعة شوبروف وزارة الخارجية الأوكرانية لتوجيه نداء إلى المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الأسلحة الكيميائية للقيام بعمليات تفتيش في شبه جزيرة القرم يعتقد بعض الخبراء أن سبب الكارثة البيئية في شبه جزيرة القرم قد يكون فقدان السيطرة من قبل الجيش الروسي على عوامل الحرب الكيميائية التي يمكنهم تخزينها في مصنع تيتان لذلك أعتقد أن وزارة الخارجية الأوكرانية ينبغي أن تتوجه إلى منظمة مكافحة الأسلحة الكيميائية لكي يراقب الوضع وفي ذات السياق قالت لودميلا دينيسرا مفوذة البرلمان الأوكراني لشؤون حقوق الإنسان إن شمال شبه جزيرة القرم المحتلة يقترب من كارثة بيئية وأن هذا الأمر يمثل تهديدا لدول الاتحاد الأوروبي المسؤولة الأوكرانية ناشدت منظمة الأمم المتحدة المساعدة لدعم وضمان حقوق سكان شبه جزيرة القرم يأتي هذا في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال الروسي إخفاء النتائج الحقيقية لانبعاث المواد الكيميائية من مصنع تيتان القرم تفاصيل أكثر حول هذه القضية في التقرير التالي أصيب الناس بحروق وشعروا بالغثيان ودمرت المحاصيل يعاني شمال القرم من عواقب تسر ببادة مجهولة إلى الغلاف الجوي تضررت مدينة أرميانسك وقرية بريكب أكثر من غيرها تشكلت هنا على الأشجار والمباني طبقة زيتية كان ابني تفسح في الأمس خرج لمدة خمس دقائق فقط وعاد ودخل إلى البيت رحت أغسل قدميه فصارت تتقشر نظرت فرأيت أن الجلد ينقشت مع هذه الطبقة التي مشى عليها احترق كل شيء خلال يومين تغطى كل شيء بطلاء زيتي المشمش كل شيء ونحن لا نعلم هل يمكن أكل هذا أم لا ولا نعرف ماذا نفعل مصنع تيتان القرم هو المسؤول عن كل شيء وهو موجود في أرميانسك بالقرب من برزخ بريكوب وهو ينتج الأسمدة وكواشف الدهانات والورنيش غطت السحابة السامة بلدات أرميانسك وبريكوب وفلاطفكا وسوفوربا لم يشهد علماء البيئة في القرم بعد تلوثا بهذا الحجم كان يجب طبعا على سلطات القرم المحتل إعلان حالة الطوارئ لأن الوضع صار كما يقول لعب الشطرانج ليست عادلا لم تقم سلطات الاحتلال في القرم بإعلان حالة الطوارئ حتى أنها أعلنت أن الوضع لا يهدد صحة أو حياة سكان القرم ولكن في الحقيقة سرعان ما أعلنوا عن إجلاء الأطفال بشكل طارئ من أرميانسك ونقلوهم إلى منتجع الساحل الجنوبي في شمه الجزيرة وانذرنا قبل ساعة اتصلت المعلمة من المدرسة وطلبت من القدوم على الفور وأعلنت أنه لدينا ساعة لجمع الأمتعة شعر بأثار الإنبعاثات سكان منطقة هرسون المجاورة للقرم المحتل فبلدة بري أبراجينكو تقع على بعد ستة كيلو مترات فقط من مصنع تيتان القرم هنا أيضا تغطى كل شيء بطبقة صفراء وظهرت عند الناس نفس الأعراض التي ظهرت عند سكان شبه الجزيرة رجعنا ستة أشخاص عانوا من جفاف في الفن محكة في الجلد وضعف وآلم في العيون وشعروا بالغتيان هذه هي الشكاوي الرئيسية أجروا في منطقة هرسون تحليلا للمياه والتربة وظهرت النتائج الأولية يوجد مستوى معين من التلوث ولكنه ليس حادا لكي يجري اتباره خطرا أو مدرا بالصحة ألقت سلطات احتلال القرم مسؤولية ما حدث على حرارة الجو المرتفعة والجفى ولكن لدى المخابرات الأوكرانية تفسير آخر لما حدث نفذ العسكريون الروس رماية بالقرب من مكبات المصانع الكيميائية للتتانيوم والصودة وأصيبت هذه المنشآت بأضرار نتيجة لسقوط القذائف وتحاول القيادة الروسية الآن إخفاء حجم المشكلة وتجنب المسؤولية ولكنهم لم يتمكنوا من كتمان حجم الكارثة البيئية فقد أوقفوا مصنع تتان عن العمل لمدة أسبوعين وأحضروا إلى أرميانسك نقلا عن وسائل الإعلام أكثر من ثمانين ألف ضمادة من الشاش ويجري توزيعها على السكان المحليين قدم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو خلال هذا الأسبوع اقتراحات للبرلمان تهدف إلى دفع مساعي البلاد نحو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي دستوريا التغييرات المقترحة تنص على إلغاء الأحكام المتعلقة بوجود قاعدة أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم والسماح بتأجير القواعد العسكرية الأوكرانية لتشكيلات عسكرية أجنبية تضمين حكم ينص على استخدام القواعد العسكرية الموجودة على أراضي أوكرانيا لبقاء التشكيلات العسكرية الأجنبية وفق معاخدات دولية هذا يعني وجود أسطول البحر الأسود في روسيا على أراضي شبه جزيرة القرم الأوكرانية ووفقا لذلك قدم الرئيس هذه المقترحات في الرياضة قلب منتخب أوكرانيا تأخره هدف لصفر ما مضي في منتخب تشيكي لفوز ثمين ومتأخر اثنين لواحد في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بالقسم الثاني لبطولة دور الأمم الأوروبية لكرة القدم والتي جرت خلال هذا الأسبوع تقدم المنتخب تشيكي بهدف مبكر جاء عبر لعبه باتريك تشيك في الدقيقة الرابعة قبل أن يتعادل ييفجين كوننبليانكا لأوكرانيا في الدقيقة الخامسة والأربعين وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل الإيجابي أحرز أوليكسندر زينشينكو هدف الفوز القاتل لأوكرانيا في الدقيقة التسعين بهذه النتيجة حصد منتخب أوكرانيا على أول ثلاث نقاط له في المجموعة فيما ظل المنتخب تشيكي بلا نقاط المباراة المقبلة لمنتخب أوكرانيا سيستضيف فيها منتخب سلوفاكيا يوم التاسع من سبتمبر بملعاب الفيف أرينا بدأت شركة راينر الإيرلندية للطيران أولى رحلاتها إلى المطارات الأوكرانية خلال هذا الأسبوع حيث وصلت أول رحلة إلى مطار بوريسبل بالعاصمة كييف قادمة من ألمانيا هذا وكانت المفاوضات بين الحكومة الأوكرانية وشركة راينر قدامت عدة سنوات قبل أن يتفق طرفان على بداية عمل الشركة في أوكرانيا خلال العام الماضي 2017 الشركة ستربط في رحلاتها بين أوكرانيا والعديد من الدول الأوروبية على غير بولندا، ألمانيا، لطوانيا، سلوفاكيا، بريطانيا، إسبانيا والسويد في المقابل أكد وزير البنية التحتية الأوكراني فولوديمر أوميليان أن راينر ستقوم خلال العام المقبل برحلات من خمسة مطارات أوكرانية تدريبات ومسابقات وفقا للمعايير الدولية حيث افتتحت في العاصمة كييف قاعة جديدة لرياضة ألعاب الجليد خلال هذا الأسبوع القاعة الرياضية أنجزت وفقا لتقنيات الأوروبية وتسمح مساحتها باستضافة المباريات والبطولات الدولية الحلبة ستكون أيضا مركز تدريب لطلاب مدارس التزلج والهوكي فريقنا الصحفي كان حاضرا في أولى الاختبارات بهذه القاعة وعاد لنا بالتقرير التالي رحب لعب الهوكي بافتتاح حلبة التزلج بالقراء على الطبول يبدأ تلاميذ المدرسة الرياضية سكون هنا الموسم الجديد فلقد أغلقت حلبة التزلج التي كانوا يتدربون فيها سابقا بسبب تعطل معدات التبريد عندما أغلقوا حلبة التزلج في منطقة أبالون بقيت مدرستنا بلا جليد وها هي الحلبة الجديدة تعيد الحياة إلى المدرسة الاندفاع أسهل ويمكن زيادة السرعة في وقت أقل عندما يكون الجليد طريا عموما حلبة مريحة جدا كنا نشعر بالبرد القارس جدا شتاء في الحلبة القديمة وكان جليدها قاس لم يتح زيادة السرعة أكثر ستستقبل هنا هذه الحلبة الجديدة تلاميذ مدرسة التزلج على الجليد الذين كانوا يتدربون في حلبة مركز التسوق جاء الجميع ولا يستطيع الأطفال الحصول على التدريب مرتين في اليوم الواحد ولا المنتخب الوطني ولا حتى الأبطال خصصا لكل منهم ساعتين على الجليد في اليوم وليس في جميع أيام الأسبوع ففي بعض الأيام يحصلنا على ساعة واحدة فقط وبالرغم من ذلك نحاول المنافسة على الجوائز الكبرى سيستعد كل من كيريل وماريا من خلال تدريباتهم على الجليد الجديد للمشاركة في كأس العالم للناشئين لدينا هذا البرنامج للموسم الحالي لقد تزلجنا اليوم وأستطيع أن أقول لكم بكل ثقة يجب التدرب أكثر وأكثر لرفع المستوى يبلغ عرض الحلبة 26 متراً وطولها 56 متراً وهي تفي بمتطلبات المسابقات الدولية وصممت وفقاً للتقنيات الحديثة سيتمكن الأباء من متابعة تدريب أبنائهم من مقهى دافئ حيث سيمكنهم مشاهدة بث التدريبات فالجلوس في المدرجات يشعر بالبرد هذه هي الحلبة الجليدية الثانية في العاصمة كييف والتي صممت لممارسة الرياضة باحتراف وستجري أهم النواد الرياضية الشبابية في أوكرانيا تدريباتها هنا في موضوع آخر اندلع حريق في أقدم متحف في البرازيل تأسس منذ أكثر من مئتي عام فقد المتحف جراء الحريق نحو 20 مليون من معروضاته ومنها قطع أثرية وهيكل عظمية للديناصورات ومميات مصرية وأمريكية جنوبية إلى جانب أدوات منزلية قديمة تفاصيل أكثر حول هذا الحادث في التقرير التالي الناس يصرخون وتسمع الصفارات المنذرة بالحريق وببنا تلتهمه النيران نشب الحريق في المتحف الوطني الأقدم في البرازيل حوالي الساعة التاسع والنصف مساء بعد فترة وجيزة من إغلاق أبوابه وصلت عشرون سيارة إطفاء بعد بضع دقائق ليتبين أن مضخات المياه الأقرب إلى المتحف لم تكن تعمل ما اضطر رجال الإطفاء لتوفير المياه من البحيرة الأقرب توافد عشرات السكان إلى مكان الحريق يقولون إنها خسارة كبيرة للبرازيل وللعالم أجمع احترق جزء من تاريخ وطني المتحف الذي كان في يوم من الأيام مقرا لإقامة العائلة المالكة البرتغالية أشاهد كيف يتحول تاريخ بلدي إلى رماد أنا في حالة يأس احتوى المتحف على حوالي عشرين مليون معروضة عظام الدينصورات والموميوات والأحافير وهيكل عظمي لمرأة عمرها 12 ألف سنة وهو الأقدم في القارة الأمريكية لم يصب أحد من جراء الحريق كان في المبنى أربعة حراس فقط ولقد تمكنوا من مغادرته في الوقت اللازم هذه خسارة للعالم بأسره لن نتبكن بعد اليوم أبدا من استعادة ما كان الأمر الجيد أن الحريق لم يتسبب بموت أحد ولكن من غير الممكن استعادة المعروضات المفقودة لا تزال أسباب الاشتعال غير معروفة بدأ رجال الأمن تحقيقاتهم دون أن تتوفر حتى الآن إمكانية الدخول إلى المبنى في حين يواصل رجال الإطفاء العمل على إخماد الحريق بداية العام الدراسي الجديد في أوكرانيا كان خلال هذا الأسبوع حيث استقبلت 16 ألف مدرسة أوكرانية نحو أربعة ملايين تلميذ منهم يقرب من نصف مليون يجلسون على المقاعد الدراسية لأول مرة عدد التلميذ في هذا العام تجاوز عدد التلميذ عن العام الماضي بنحو أربعين ألف تلميذ ويشار إلى أن اليوم يدخلوا أو خلال هذا الأسبوع دخل حيز التنفيذ تطبيق برامج الإصلاحات في المدرسة الأوكرانية الجديدة ويدرس طلاب الصف الأول لمدة 12 عاما وفقا للمعايير الجديدة للتعليم العام الابتدائي رئيس لوكراني بيترو بارشانكو هنأ تلميذ إحدى المدارس الأساسية في كييف ببدء العام الدراسي ومن خلال اتصال عبر الفيديو توجه أيضا بالتهنئة لمدرسي وتلميذ المدرسة الأساسية في قرية دوبرو بولي بمنطقة دونتسك التي أعيد بناؤها لاستقبال العام الدراسي الجديد المدرسة الأساسية في دوبرو بولي هي أحد رموز التغيير المدرسة التي تفتح أبوابها الآن في منطقة دونتسك هي ردنا على تصرفات المعتدي نحن نعيد بناء البنية التحتية في الدنباس ونبني طرق جديدة ومدارس ورياض أطفال جديدة واليوم فقط تم افتتاحه 25 مدرسة جديدة وحديثة في أوكرانيا وهذا من أولوياتنا وفي ذات السياق وبعد العاصمة كيف شهدت مدينة خارك في شرق أوكرانيا افتتاح النسخة الثانية من مدرسة مستقبلنا النموذجية الخاصة بأبناء العرب والمسلمين إعداد المدرسة تم بدعم الأمان العام للأوقاف وإشراف مؤسسة بيت الزكاة في دولة الكويت مستقبلنا مدرسة نموذجية تدرس المنهج الأوكراني الذي تضاف إليه مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية تفاصيل أكثر نتعرف عليها في التقرير التالي قص الشريط الافتتاح وفي هذه اللحظة تحول حلم رود الكثير من عربي ومسلمي مدينة خارك في شرق أوكرانيا إلى حقيقة وواقع بدعم كويتي تفتتح مدرسة مستقبلنا الأوكرانية النموذجية الخاصة بالعربي والمسلمين في خارك الذين تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف وهي النسخة الثانية من هذه المدارس بعد افتتاح أولها في العاصمة كييف قبل ثلاثة عوام اللغة العربية والإنجليزية تدرس مرتين أسبوعياً لطلاب الصف الأول وثلاث مرات لطلاب الصفوف الأخرى بأسلوب يشبه اللعب حتى لا يشعر الطلاب بضغط المواد مدرستنا تدرس المنهج التعليمي الأوكراني باللغة الأوكرانية وفق المعايير الأوكرانية وبطرق وأسليب متقدمة والله شيء جميل وشيء الواحد يفتخر فيه وأنا حصل للشرف أني أكون فيه أكثر من دولة أوروبية ودولة أوروبا الشرقية لأشاهد نتائج دعم لتقدم دولة الكويت ولله الحمد أعتقد أني أنا اليوم رأيت شيء من أجمل وأفضل ما يمكن تقديمه كنموذج وكباكورة فعلاً لحلم مدرسة إسلامية عربية حدثوا الافتتاح وأول أيام الدراسة كانت أشبه بعيد بالنسبة للأطفال والآباء معاً ففيها يجدون ملاذاً ومحضناً آمناً لللغة والدين والهوية من خلال هذه المدرسة وغيرها يريد المسلم أوكرانيا التأكيد على التمسك باللغة والثقافة في إطار الوطنية والمواطنة وكذلك على التمسك بالخصوصية الإسلامية صفوان جولاق يو اي تي في أكثر من 200 سائق دراجة نارية من 30 دولة أوروبية وصلوا إلى مدينة أجهرد الأوكرانية للمشاركة في المهرجان الدولي أجنحة أوكرانيا الذهبية المهرجان أصبحت تقليداً سنوياً يقام في أوكرانيا للعام التاسع على التوالي تفاصيل أكثر في تقرير الزميلة مارتازناك يستعد سائق الدرجات النارية للانطلاق في سباق المهرجان الرئيس الذي يطلق عليه اسم موكب الأمم ويرفع خلاله المرشاركون أعلام بلادهم لدينا أعلام النمسا يحملها ابني وهو أصغر سائق دراجة نارية في مهرجان الدراجات هذا الأوكرانيون دراجون رائعون والناس هنا جيدون جداً والبلد جميل نريد أن نبين أن جميع الدول المتحدة لقد جئنا من السويد من على بعد ألفي كيلومتر لنكون جزءاً من هذا الحدث جاء سكان أجهرت لمشاهدة لقاء الدرجات النارية المتعددة الجنسية نحن سعداء جداً لقدوم الدراجين ولقد أبهرتني هذه الدرجات النارية شاهدنا في الأمس عرضاً ليلياً وكان ممتعاً للغاية وعرض اليوم يدفئ الروح بالفعل يحبون ويأتون إلينا 95% من الدراجين المتواجدين هنا هم أجانب ونريد أن نريهم بلادنا وثقافتنا التي نفتخر بها جداً لا يسعد أبناء أجهرت وحدهم بل وأبناء جميع المدن التي نزورها ونقيم المهرجانات فيها لأنه يمكن تأمل هذه الدراجات النارية من الصباح وحتى الليل يختتم المهرجان بمنح المشاركين الجوائز في المنافسات المختلفة وهكذا صار دراج من بولندا أكبر السائقين عمراً وأصغرهم نمساوياً كما وحصل على الجوائز أولئك الذين قطعوا أطول المسافات وهم المشاركون من السويد والبرتغال وفاز بالمركز الأول من فئة أفضل دراجة نارية البرتغالي ليوني الكوستا زرت أوكرانيا قبل عامين وفزت أيضاً بالمركز الأول يوجد هنا نظام موسيقي جيد عمر هذه الدراجة ست أعوام وهي رائعة جداً سآتي في العام القادم بالتأكيد أوكرانيا بلد رائع المهرجان الدولي المقبل للدراجات النارية سيكون في مدينة الفيغ غرب أوكرانيا مسكن بدون زوايا وبدون مسامير اليورت أو الخيمة هي تراث وطني تقليدي لقرغستان ويندرج ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي ماذا يعني اليورت بالنسبة لأهالي قرغستان؟ لماذا يفتخرون بهذا المنزل التقليدي؟ الإجابة نتعرف عليها في التقرير التالي شهيدت مدينة إثنية من 800 خيمة على ارتفاع 2500 متر تقريباً فوق مستوى سطح البحر هذا المكان من أكثر الأماكن شعبية عند السياح والرياضيين الذين جاءوا إلى الألعاب العالمية للبدو الخيمة بالنسبة للقرغزي تراث وطني يمكن نصب هذا المنزل الجاهز في أي مكان يعجبك حيثما كان سطح الأرض مستوى يشيد حتى بلا أي مسمار واحد وخلال وقت قصير جداً يستخدم لبناء الخيمة الخشب والجلود وصوف الحيوانات الجدران والسقف من الشعر العازل للرطوبة والحافظ للحرارة يبلغ ارتفاع الخيمة في الوسط حوالي ثلاثة أمتار وقطرها حوالي ستة أمتار قضى أجدادنا فصل الشتاء في الخيام أما اليوم وبشكل أساسي فيعيشون في الخيام في جويلي في فصل الصيف يمكننا القول أن الخيمة هي أكثر ما نفتخر به فهي بيت البدوي وأفضل منزل واحدة من تقاليد الثقافة القرقزية هي التنافس على سرعة نصب الخيمة تقام هذه المنافسات هنا أيضاً قال مهندس معماري فرنسي أن اليورتا هي ذروة الهندسة المعمارية خصوصاً وأن هذه الخيمة هي أكثر المنشآت ثباتاً أمام الهزات الأرضية ويمكنها أن تتحمل عشر درجات ونصف على سلام ريختر تقليد آخر هو طرد الأرواح الشريرة من البيت قبل السكن في الخيمة يجب استحضار تقوساً خاصة ولقد قررت نوريا وأيغول وكيز جيبيك أن يقيموا في الخيمة خلال المهرجان لهذا المكان هالة خاصة وجو خاص يمكن الإحساس بكل هذا ليس فقط للمبيت ليلاً ففي المساء نقيم ما يشبه الحفلة الموسيقية حول مائدة العشاء وكوماز وأكيني يجلسون ويغنون تزين الخيمة حوالي أربعمائة كيلوغرام ويكلف بناء هذا السكن الإثني من ثلاثة إلى خمسة ألاف دولار لك تشعر بأنك بدوي يكفيك أن تحضر إلى المهرجان في قرغستان إذ يعرض هنا على السياح الإقامة في الخيم والنوم على الأرض وتذوق المأكلات القرغزية التقليدية ختام حصاد الأسبوع نلتقي بكم الأسبوع القادم بحول الله مزيد من الأخبار العالمية والأوكرانية تجدونها على موقعنا الإلكتروني UATV.UA دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم شكرا